السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الأعزاء اليوم سننزل نموذج ثالث في الرياضيات الفرد الثاني للدورة الثانية خاص بمستوى الخامس ابتدائي بدأوا على بركة الله بسؤال الأول ضع ونجز ما يلي هذا مشابه للفرد الذي سبق وخدمنا إذن ضع ونجز ما يلي سنحسبه هذه العمليات لدينا عملية الدرب ثم عملية الدرب بالنسبة للأعداد السيتينية وأيضا عملية الجمع بالنسبة للأعداد السيتينية إذن 47.6 مضروبة في 3.5 نشوفها شها قططينا 5 في 6 ثلاثون أكتب الصفر وأحتفظ بثلاثة 5 في 7 خمسة وتلاثون وتلاثة تمانية وتلاثون أحتفظ بثلاثة 5 في أربعة وعشرون وتلاثة تلاثة وعشرون أضع النقطة 3 في 6 ثمانية عشر أكتب ثمانية وأحتفظ بواحد 3 في 7 واحد وعشرون واثنان اثنان وعشرون أكتب اثنان وأحتفظ باثنان 3 في أربعة اثنى عشر واثنان أربعة عشر ثم نجمع صفر ثمانية زائد ثمانية ستة عشر أكتب ستة وأحتفظ بواحد 3 زائد واحد أربعة زائد اثنان ستة اثنان زائد أربعة ستة وواحد زائد صفر واحد الآن غدي رجع باش نحسبش حمل رقم الفوق والتحت من ورا الفاصلة واحد اثنان واحد اثنان كتعطنا مية ستة وستين فاصلة ستين أو فاصلة ستة بالنسبة للطرح دي الاعداد ستين يا لدينا خمستاشر ساعة وثلاثة وثلاثين دقيقة ناقص عشر ساعات وواحد وعشرون دقيقة كنت Cookieس مثلا change ذاته ض tại décadas ثلاثة وثلاثين ناقص واحد عشرين يمكن هنغزل ثلاثة ناقص اثنان ثلاثة ناقص اثنان الباقي 1 خمسة ناقص صف وواحد ناقص واحد الباقي صف هنغزل تبقي لنا خمس ساعات واثناشرة دقيقة ثم عندنا اثناشر ساعة واثناشر دقيقة وستة وأربعون ثانية زائد تماني ساعات أربعة وأربعون دقيقة وأربعة عشرة ثانية وغضي نجمو ستة زائد أربعة عشرة أكتبه صفر وأحتفظ بواحد خمسة أربعة زائد واحد خمسة زائد واحد ستة اثنان زائد أربعة ستة واحد زائد أربعة خمسة 8 زائد 12 أكتوب صفر وأحتفظ بواحد 1 زائد 1 2 إذن تعطينا 20 ساعة 56 دقيقة 60 ثانية إذن هال60 ثانية سنحوله هالدقائق يعني ما تبقاش عندنا تواني ستولي عندنا 57 60 ثانية هي دقيقة 57 دقيقة و20 ساعة إذن المجموعة 20 ساعة و57 دقيقة وهنا ما تبقاش تواني لأن نحيدنا تمرين الثاني أحسب وأختزل كل ما أمكنه ذلك إذن هنا عدنا أعداد كسرية غادي نحسبوهم ومن بعد غادي نختزلهم إذا كان ممكن عدنا أول عملية هي عملية دي للضرب إذن قندربوا البسط في البسط والمقام في المقام عدنا 15 في 11 إذن غادي نجزوها غنديروا 15 ضرب 15 ضرب أعداد 11 كتعطينا 165 وعدنا 4 في 30 كتعطينا 120 إذن هذا قابل الإختزال يعني كتختزل على 5 نختزله على 5 أو غادي نشوفو 5 طبعا إذن نختزله على 15 نشوفو 165 قسمناها على 15 كتساوي 11 ثم 120 قسموها على 15 كتعطينا 8 هي 11 على 8 إذن كتعطينا هذا هو العدد الكسر المختزل أرا في الفيديو اللي فات شرحت لكم كيفاش نديروا تلقوا أكبر قاسم مشارك ما بين البسط والمقام ثم عندنا 16 على 21 مقسمة على 3 على 8 غادي تقلب الضرب غادي تقول 16 على 21 ضرب 8 على 3 تساوي 6 8 48 40 حتى ضب 4 8 1 8 12 3 1 3 1 6 8 128 63 16 11 19 19 إذن هنما كين تقاسم الشرك ما بين البسط والمقام كتبقى هذا غير قابل للإختيز الغط 128 إلى 3 أسط تمرين رقم ثلاثة ورث ستة إخوة أرضا زراعية فقاموا بقسمتها بالتساوي بينهم أخذ كل منهم مساحة تبلغ 15 هكتار فصل 5 إذن هنا واحد ستة الإخوة ورثوا ورثوا الأرض زراعية وقسموها بيناتهم بالتساوي يعني كلهم أخذوا نفس الناصين بمعناها هذوك بستخدوا 16 هكتار فصل 5 كم تبلغوا مساحة الأرض التي ورثوها كاملة هكتار 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 دهب مونير لأحد الأسواق الممتازة فوجد لافتة مكتوب عليها تخفيض 20% بمناسبة عيد الأضحى على تلاجة كبيرة الحجم من سانسونج حيث أن ثمنها الأصلي قبل التخفيض هو 9000 درهم أحسبوا مبلغ التخفيض بالدرهم إذن هنا هو السوق ممتاز يعني هو السيبر مارشي دار تخفيض على تلاجة بمناسبة عيد الأضحى نقص فيه 20% بأن كل 100 درهم حيث منها 20 درهم إذن هنا هذي التلاجة كان الثامر الأصلي ديالها هو 90 درهم 9000 درهم عفواً حيث منها 20% إذا إذا نحسبوا مبلغ التخفيض باش نعرفوه نديروا 9000 درهم مضروبة في نسبة التخفيض اللي هي 20 مقسمة على 100 تساوي وغنزيده 1 جوج 3 أربعة 1 جوج 3 أربعة على 100 نختاره بالجوج الأصفار غنزيده 1800 يعني هذا هو مبلغ التخفيض اللي غنزيد من تلاجة نقص منها 1800 درهم لقد نحسبوه التمل الجديد للتلاجة بعد التخفيض غنزيده 9000 درهم ناقص 1800 درهم تساوي 0 ناقص 00 0 ناقص 00 0 ناقص 00 0 ناقص 80 يمكن 10 ناقص 80 تبقى جوج سعود ناقص جوج تبقى 7 إذا نغيشريها بـ 7200 درهم ماذا هو التمن جديد بعد التخفيض تمرين خمسة وحول الوحدة التالية الى الوحدة المطلوبة الوحدة الزراعية نستعن بالجدول صفر ديكامتر صفر 12 مباشرة ونحولها للسنتيار بمعنى انها تساوي 12 سنتيار 24 هكتار هو هذا نحولها للسنتيار سنتيار سنتيار صفر 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 ثم عندنا العدد او الرقم الاخير هو 16 متر مربع سنتيار 22.22 ثم ثم التمرين الاخير ارسموا تكبيرا للشكل بمقدار جوج بمعنى ان نضرب سنتيار ثم 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 هنمشي وحتى الهنا 1 جوج 3 4 5 6 7 8 9 10 هن عندنا واحد غتولي اثنان كل الضلع كنعاودوه كنضبلو الجمرة هن عندنا اثنان غتولي اربعة 1 2 3 4 هنمشي وحتى الهنا ثم عندنا هنا واحد غتولي اثنان هنا واحد غتولي اثنان وهنا واحد غتولي اثنان وهنا اثنان غتولي اربعة واحد اثنان ثلاثة اربعة اضعها مباشرة اضعها ونضعها باللون اضعها في اثنان 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 اضعها thrse اضعها باللون اضعها في اثنان اضعها في اثنان اضعها في احدها اضعها في حصة مقبلة بحول الله